محقق بالقانون الراجل بيسعى ان هو يتواجد بالقانون هو النهاردة هو الراجل موجود انت اللي مش عايزه انت عايزه مش موجود ويبيرلك ايه المنطق ده ثاني حاجة اللجنة محاول ان انا اشتغلت بصمت في 2020 حصلت الكورونا في 16 اجتمعوا ومضوا عاجل مرتضى منصور يهز مصر يبلغ ايضالة النادي الزمالك بالانسحاب من الدور شاهد حازم يمام يتخذ قراره المصيري بانسحاب الزمالك من الدور المصري بسبب الخطيط السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل وزر الجرس اجل مرتضى منصور يهز مصر يبلغ ايضالة النادي الزمالك بالانسحاب من الدور اصدر مرتضى منصور رئيس ناد الزمالك بيانا عبر صفحة رسمية على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك اكد خلاله على استمرار مجلس الزمالك في حين تمسك هو بالاعتذار عن عدم الاستمرار لحين صدور حكم لصالحه وجاء نص البيان كالتالي الحمد لله على استمرار مجلس الادارة المنتخب الشرعية لاستكمال مدتي رغم ان في الشامتين والشامتين الكاذبين المتربصين اما بالنسبة لي ما زلت مستمرا على موقفي وهو الاعتذار رغم ان الاشكال الذي تم تقديمه اوقف تنفيذ الحكم ولن اعود الا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي هنى كرامتي وتاريخي او بيرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيسا اربعة دورات منها ثلاثة متتالية لاول مرة في تاريخ النادي شاهد حازم يوم يتخذ قراره المصري بانسحاب الزمالك من الدور المصري بسبب الخطيب اجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم الاربع جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك لاتهمه بسبب وقذف رئيس النادي الاهل محمود الخطيب وعضل المجلس محمد سراج الدين والمستشار القانوني للاهل المحامي محمد عثمان واحمد شبير 14 من مايو للاطلاع وخلال الجلسة السابقة طلب مرتضى منصور رد المحكمة الانه تم الرفض وقام مرتضى منصور على اثر ذلك برفع دعوة مخاصمة متضمنة اسبابا شوهرية عن ان القادي كان عضوا في نادي الزمالك ومرتضى منصور قام بشط به من النادي وتم التاجيل الاطلاع وتقديم مرتضى منصور قام دعوة مخاصمة شهد اول تعليق من حازم امام على تدمير نادي الزمالك بسبب النادي الاهلي تابع امير مرتضى منصور تصريحاته ان مرتضى منصور لم يكن ابدا هدئا او يحلو الخلافات بالدملماسية لقد انتخبتموه لانه رجل قوي واكمل لن نتشجر طوال العمر وننواصل في دوامة المشاكل فنحن من يتأثر كأسرة وسمعة اذا سجل الاعب فنحن لانجح في العالم واذا اتت الكرة خارجها المرمى اصبح فاشلا وطالب اتمنى ان يتحمل كل شخص مسئوليته ويجب ان يعرف وزير الشباب ورياض ان الزمالك ليس شريكة وليس ناديا صغيرا بل تاريخا اكبر منا ومن الوزارة واتم امير مرتضى تصريحاته لدينا تعاقدات مع جانب لا يمكن تأخير اموالهما ولو دفع كهرباء مبلغ الغرامة غدا سيضعوها في حساب تحت الحجز واوضحت مصادر مقربة من وزارة الشباب ورياضة ان هناك تحارك من جديد للوزارة برئاسة الدكتور اشرف صبحية بخصوص حل مجلس دارة نادي الزمالك الذي رأسه المستشار مرتضى مصور واكدت الوزارة انها سوف تصدر قرارات جديدة بشأن مجلس الادارة شاهد اول تعليق من احمد مرتضى مصور على ظلم والده بسبب الناد الاهلي قام مرتضى مصور رئيس مجلس دارة الناد بتوجيه رسالة نارية الى وزير الشباب ورياضة اشرف صبحية وبدأ خلالها تصريحاته استعداده للرحيل فورا عن رئاسة الزمالك وذلك عقب مطالبة وزارة الرياضة اضارة القلعة البيضاء باختيار قائم بعمل رئيس النادي وقال في رسالته الى صبحية انا ماشي واتفضل استين من الفرس البيضة ورينها تدفع مرتبات الموظفين من النا وشدد على ان لدرر رغم تمسكها باستمراره برئاسة البيضة فانه لم يعد متمسكا بالبقاء برئاسة النادي بسبب الازمات العديدة التي تحاصره واوضح انه سيرحله ونجله على الوزير تسلم النادي ولتصرف الوزير واستنرى كيف سيتم توفير احتياجات ومرتبات العاملين انتظروا ايقاف القيدة ومهمة الان ان يصل اربعة ملافات الاتحاد الدولي ضد الاهل والتحاد الكرة اول قرار عاجل من اشرف صبحي يهز مصر بعد تنحي مرتضى من رئاسة الزمالك تقدم المستشار مرتضى من رئيس ناد الزمالك باستقالات من منصبه الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ورياضة جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم بين وزير الشباب ورياضة اشرف صبحي مع مرتضى مصور لمناقشة بعض الامور الهامة الخاصة بمستقبل ناد الزمالك وجاءت استقالة مرتضى مصور من رئاسة ناد الزمالك بسبب الحجز على رصدة النادي بالبنوكة على خلفية قضية ممدو عباس رئيس الزمالك الاسبق الذي طالب من المستحقات المالية التي انفقها على النادي ووفقا لأحمد حسان ميد نجم الزمالك السابق فإن ممدو عباس انفق نحو 85 مليون جنيه على النادي من ماله الخاصة لذلك حجزت المحكمة على رصدة وحسابات الزمالك بالبنوكة واستعرض رئيس ناد الزمالك عددا من المطالب من موزير الشباب ورياضة مطالبا يهب مساندته في حل الازمات التي يعاني منها النادي وابرزه عدم اجراء الجمعية الامومية لاعتماد لائحة النادي والحجز على رصدة الزمالكة بالفيديو مرتضى مصور يعلق على اجباره على تقديم استقالته من رئاسة النادي الزمالك وجه الاعلامي شاد عيسى رسالة الى عضاء مجلس ادارة النادي الزمالك عقب قرار العزل مرتضى مصور من رئاسة الزمالك وفي ذلك في ظل تضامن اعضاء مجلس الادارة مع مرتضى مصور عقب قرارات العزل الاخيرة الصادرة بحقه من وزارة الرياضة كما وجه رسالة خاصة الى خلد لطيف امير الصندوق واعتبره الرئيس الفعلي حالي للزمالك شاد عيسى وخلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتر تحدث قيل ان لحظة عائلة مرتضى مصور قرر يمشي من الزمالك بعد قرار زوال العضوية من مجلس الادارة وهذا حقه وتضمن معه ابنائه وهذا طبيعية ولكن عضى مجلس الادارة عندهم شغل في النادي ليه مش حاوزين يشتغله ويشوفوا مهمتهم في خدمة نادي الزمالك اول قرار عاجل من اشرف صبحي يهز مصر بعد تنحي مرتضى مصور من رئاسة الزمالك تقدم المستشار مرتضى مصور رئيس نادي الزمالك باستقالات من منصبه الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ورياضة جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم بين وزير الشباب ورياضة اشرف صبحي مع مرتضى مصور لمناقشة بعض الامور الهامة الخاصة بمستقبل نادي الزمالك والان عزيزي المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب تعرضنا دي الزمالك الظلم كبير لا تنسوا ان تشاركون بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان انهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة